اهلا وسهلا السلام عليكم البنات كانت من يلقاكم هذا الفيديو ونتم في احسن احوالكم فيديو جديد على القناة وكيفما وعدناكم دائما الجديد فيما يخص هذا النوعية ديال الملابس لهما ملابس تركية للمحجبات وكذلك لغير المحجبات كيفما كتشاهدوا معي نبدو على بركة الله الفيديو ديالنا كين هذا الموديل الرائع كيفما كتشوفوا في الفيديو حاليا يجي على شكل يعني شقة ديال هيدا لفصل الشتاء وفصل الخريف في اللون الاسود كين كذلك هاد المعطف الشتوي في الاخضر ملكي الفصلة دياله على الكميمات كي يجيوا على هاد الشكل هذا بالنسبة الموديل الموالي كين هاد الموديل هذا تهو معطف شتوي لي كيجي في البلج يمكن ليكم تنسقوه مع جميع الالوان فكيتمشى اغلبية البنات مع الورانج الاخضر وجميع الالوان يعني على حسب دوق ديالكم انتوما كين هاد الانسامبل في المغو مغلوق كي يجي من ببت من الفوق كين كذلك هاد المعطف اللي كي يجي بالاكمام هادو كي يجي مزيونين هيدا البنات مع الانسامبل اللي كي يجي في صبور او لا الانسامبل العادي كيفما كتشوفوا كيفما كتشوفوا الفصالة ديالو كتجي رائعة يمكن ليكم تلبسوا صبور كين هاد الغوز نسقطوا هنا يمع اللون الابيض وايضا حبيبتي يجيب لكم هاد الموضين ديال الخراسة اللي كي يجيو هيدا خفافين فصل الخريف ممكن ليكم تزويدوا عليهم هيدا افوان معطف شاتوي ايضا كين هاد الموضين الراقي في صالة ديالو شي حاجة تندنس كيفما كتشوفوا معايا السر والفوقان ديالو في المغو مغلوق والباج مفتوح كي يجي رائع البنات في اللبسة كيفما 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 كيف الموضيل مع الشوميس بالحزام يفتح منظر جيدة للشوميس بالحزام هذا الموضيل مع طف شتوي فصلة رائعة أو طندنس نضيف الكميمة يجب التكريش على الدورة من الفوق مع الكتاف أخرج الموضيل مع طف شتوي لأفضل جيدة ويجب التكريش على المعركة ويجب التكريش على حزام ويجب التكريش على المصار نضيف الكميمة مضيف بلومارين ويجب التكريش على الأسود ويجب التكريش على الهواء ازرق مفتوح بالنسبة للصروال والشال ايضا حبيباتي من ضمن هذه التشكيلة الرائعة كين هذا الموضيل هذا في المغوم غلوق وكين هذا الموضيل للتصبر دائما تنوع في الفيديو بيش يعني يورضي جميع الادواق اي وحدة تخلص القناة تلقى ذلك اللي بغات في الفيديوهات دينا فالبنات اللي اول مرة كتشاهدنا عبر هذا الفيديو ما تنساش انها تنضمن القناة طبعا الى عجبكم هاد المحتوى هذا اللي كان قدم لكم اللي هو الجديد فيما يخص موضة محجبات فتشترك وتفعل جرس الكل باش توصل كل فيديوك ننزله في القناة فهنا يا حبيبتي ايضا كين هذا الموضيل هذا دي الفستان اللي كيجي في الورانج كيجي واسع الفصالة ديالو شي حاجة عصرية وكين كذلك هاد الموضيلات هادو للمحجبات شوفوا الفصالة ديالو على كميمة البنات دائما تمييز صراحة في التصاميم وكذلك في الأتواب شوفوا البنات هاد الموضيل هادا فستان كيجي رائح اللبسة وكين هاد الانسامبل هادا فاللون الاسود الفقاني كيف ما كتشوفوا هنالزيتي معه الباج يمكن لكم تنسقه مع جميع الالوان حبيبتي ايضا كين هاد الموضيل هادا فالأحمر مع اللون الاسود وكين هاد التنسيقات هادو بالنسبة للطنورة لفصل الشتاء كين هاد الوينات هادو الاسود الازرق كين ماغم غلق وبلونكاسي والاخضر مع اللون الاسود هنا ايضا كين هاد الانسامبل اللي كيجي في الماغم غلق تصميم ديالهم تهما تصميمات جديدة وحصريا على القناة كين هاد غصفوشية اللي كيجي بالحزام مع اللون الابيض كيجي رائع وكين كذلك هاد الانسامبل هادا في البيج مفتوح مع هاد الشالف الماغم غلق كين كذلك هاد الخراسة اللي كيجي هاد طوالين منبتين على الدورة ديال الكل والدورة ديال الكم وكين كذلك هاد الموضيل الراقي اللي كيجي على شكل جيلي مع السروال في اللون الاسود هادا لانسامبل لفصل الخريف وكذلك هاد المعطف شتوي في اللون الاسود كيجي منبت هادا على الكتاب وعلى الدورة ديال للكوم ومن ضمن هاد الموضيلات اللي اخترت لكم اليوم كين هاد الانسامبل هادا هاد الانسامبل هادا هذا اللون الذي خرجتهم في هذا العام سنة عام ٢٠٢٤ ٢٠٢ ٢٢٥ يأتي رائع في اللبسة سواء في الانسابل او لا تنصيقه بالنسبة ل القطاع الملابس هنا يوجد هذا الانسابل الرائع في بلونكاسيك يأتي رائع في اللبسة و تصميمه مميزة و رائعة هنا يوجد هذا الانسابل في الموف تنورة اللي تأتي طويلة في الفصلة دائما للإبداع في الفصلة و كين هذا الموضيل هذا تنصيقه رائع بالنسبة للتنورة و الخراسة اللي يأتي على هذا الشكل كذلك كين هذا الموضيل هذا في غصفه فستان تأتي الفصلة جديدة و عصرية كين هذا المعاطف الشتوي في المارون مغلوق أو الباج اللي يبن لكم البنات يأتي بالحزام بالنسبة للمعاطف الشتوية خسرت لكم هذا الموضيل أيضا مع الصروال في اللون الأسود ثم ألماء على خلق حول اس irregular حسب اسراب المعاطف الشتوية المعاطف الشتوية المعاطف الشتوية المعاطف الشتوية تصاميم عصرية المعاطف الشتوية يمكن أن تنبسه مع نفس اللون يمكن أن يكون المغلوم المغم غلوق مع الأبيض و البيج مع اللون الأسود يجب أن يكون هذا الأخضر يجب أن يكون راقي في اللبسة بالنسبة للشميس يجب أن يكون هذا الفستان يجب أن يكون هذا الفستان يجب أن يكون مزيدًا في اللبسة و المشكلة يجب أن يكون هذا الفستان يجب أن يكون هذا الفستان يجب أن يكون هذا الفستان يكون صراحة مدرن و مزيونين اخترت لكم هذا الموضيل اخترت لكم هذا الموضيل لكي يكونوا فيديوهات ترد جميع الأدواق لحسب كل سيدة و الضوء و هنا ايضا كين هذا الموضيل من المعاطف الشتوية يجب اصدفات رائعة وحصريا على القناة بالنسبة للموضيلات اشتركوا في القناة كنت جاهزون جميعا اشتركوا في القناة بك différence اشتركوا في القناة و تباقي حبيبتي ورغبا